السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بكم معي بدرس جديد من دروس تعليم الكوريشي مع رندا. درسنا النهاردة ان شاء الله هشرح معكم غرزة جديدة. وغرزتنا النهاردة هي غرزة تساقط الجليد او تساقط السلوب. الغرزة بتاعتنا هي بتكون هي هي برضك غرزة التريكو بالكوريشي باستخدام ابرة الكوريشي يعني. بتكون سهلة جدا وبسيطة بنستخدم فيها غرزة الحشو. بطريقة معينة وبندخل فيها اكتر من لون بطريقة جميلة جدا بحيس ان يتدينا شكل السلوك الصغيرة او على الاقل حتى القلوب الصغيرة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هنشتغل مع بعض بخيط صوف سميك زي ما احنا شايفين. وآآ طبعا اللونين اللي هتستخدميهم لازم الاتنين يكونوا نفس الصمك. مع ابرة رقم ستة ونص مليمتر. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم بنشتغل باي عدد انت حباه من الاعداد. ملهاش عدد محدد نبتدي به. هنقول بسم الله الرحمن رحيم هنسيب مسافة من الخيط. هلف الخيط بتاعي بالشكل ده حلقة على الهواء. داخل الحلقة هدخل بالابرة بتاعتي الف الخيط. واسحبه من داخل الحلقة. طرف الخيط هشده هقف العقدة قلب داي. هنتفع مجموعة من السلاسل وعشان تعملي سلسلة بيكون عندك على الابرة حلقة بلف الخيط وبخرج منها كده واحد. نين تلاتة. اربعة خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. ناشر. طلات اشر. اربعتاشر. خمستاشر. ستاشر. سبعتاشر. تمنتاشر. تسعتاشر عشرين. هنكتفي بهزا القدر لكن طبعا انتو لو حابين تعملوا اكتر ما فيش مشكلة. بتكون بنقدر نشغل بها ايه رندة او بتكون جميلة في ايه? اجمل حاجة فيها بصراحة طوائل. بتكون حلوة جدا لو هتعملوا منها طقيقة او سكارف او كفية جميلة جدا جدا جدا. باجي هنا طبعا هعملها معاكم على شكل دائري مغلق بغرزة منزلقة. لكن انتو لو حابين تعملوها بشكل مفتوح مفيش مشكلة. هاجي هنا هعدل الشغل بتاعه عند اول سلسلة اشتغلتها هدخل. في الحلقة الخلفية. وهقفل بغرزة منزلقة. هلف الخيط واخرج من الحلقة دي ومن الحلقة اللي عندي على الابرة. طبعا عشان نشتغل بغرزة الحشو بنمتفع ارتفاع غرزة الحشو وهو سلسلة واحدة. هسيب السلسلة وهروح لأول فراغ تاني اللي انا قفلت فيه. واقفل واشتغل سوري غرزة حشو. ارجع تاني معلش عشان نشتغل غرزة الحشو بنشتغلها زي بكون عندي على الابرة حلقة بدخل فراغ بتاعي في الحلقة الخلفية من السلاسل. الف الخيط واخرج. بيكون عندنا حلقتين. هلف الخيط واخرج من الحلقتين. تاني بقرر معي حلقة هروح للغرزة اللي وراها. بدخل في الحلقة الخلفية من الغرس. او من السلاسل. الف الخيط واخرج. معي حلقتين. هلف الخيط واخرج من. وهكزا طبعا نشتغل السطر بتاعي كله. بغرز الحشو زي ما احنا شايفين. بتدينا شايفين شكل غرزتي فيها حرف فيها ضلعة وضلعة. ندخل في كل الغرز. وغرزة حشو. بالشكل ده. لغاية طبعا ما بخلص العشرين غرزة بتاعتي زي ما احنا شايفين. احنا لغاية دلوقتي شغالين كأننا بنشتغل غرزة حشو عادية. السطر اللي جاي هو اللي هيبتدي معانا يبين طريقة شغل غرزة تساقط الجليد او غرزة باستخدام غرزة الحشو. بكمل بقى كل السطر بتاعي زي ما احنا شايفين اهو. غرز الحشو. طبعا يبين ان هي كل غرزة لها ضلعين ضلع على يمين وضلع على الشمال. وفيه في المنتصف فراغ. كده بعد ما خلصت بتاعي بروح لاول غرزة انا اشتغلتها اهي. بادخل في الفراغ اللي قبلها وبقفل بغرزة منزل. بالشكل ده. طيب انا عايزة اوريكم بقى حاجة. انا عندي الغرزة الاولى اهي والتانية والتالتة وهكزا. الغرزة بتاعتي بنا بس تكون واضح التصوير. اهي. شايفينها? فيها ضلع على اليمين وضلع على الشمال والفراغ في المنتصف. ايه تديني شكل السبعة. فيها ضلع على يمين وضلع على اليسار. وفراغ في المنتصف. احنا دايما لما كنا بنشتغل آآ غرزة الحشو بشكل طبيعي كنت بشتغل تحت حرف الفي. شايفين حرف الفي لفوق ده? كنت بشتغل في الفراغ اللي تحته. لكن في الغرزة دي مش هنشتغل في الفراغات خالص. ولا هنشتغل في الضلع الخلفي ولا الامامي ولا اي مكان من الاماكن دي. طيب هنشتغل فين يا ربنا. في الاول هنرتفع بس السلسلة الارتفاعة بتاعنا. وانا عندي اول غرزة هي. قبلها فراغ وبعدها فراغ. انا ولا ليه اضع بالفراغ اللي قبلها ولا ليه اضع بالفراغ اللي بعدها. انا عايز اشتغل في منتصف الغرزة دي. عندي ده ضلعة كده. وعندي ده ضلعة اللي هو طبعا الضلعة التاني. هاجي في وسط غرز الحشو بتاعتي في المنتصف كده. وهدخل. وهلف الخيط وهخرج تاني. وهبتدي اشتغل ايه? غرزة الحشو بتاعتي. احنا اشتغلنا فين? اشتغلنا في منتصف غرزة الحشو اللي تحت. هنيجي الغرزة اللي بعدها ضفرة وضفرة. وعندي بصوا. ده ضلعة هنا وده ضلعة وهنا منتصف الغرزة بتاعتي. هدخل في منتصف الغرزة. الف الخيط واخرج. واشتغل الغرزة بتاعتي. بالشكل ده هتبتدي طبعا الشكل بتاعي بال. وبتديني نفس شغل تريكو. بالزبط تديني نفس شكل غرزة تريكو العدل والمعلوم. هنروح للغرزة اللي بعدها اهي. عندي الضلعة ده العليمين والضلعة اللي على اليسار. بايجي في منتصف الغرزة بالزبط. بدخل الف الخيط واخرج. الف الخيط واخرج من الحلقتين بتوعي. وافضل اكرر. دي كده الغرزة بتاعتي دي خلصت. بروح للي بعدها. ده الفراغ اللي قبلها وده الفراغ اللي بعدها. انا عندي ده الضلعة العليمين وده الضلعة على اليسار. بدخل في منتصف الغرزة. حاول ندخل بالزبط ما بين الضلعين اللي هو اليمين واليسار. هتبصت ليه نفسك من الخلف كمان خرجتي من منتصف الغرزة بالزبط. الف الخيط واخرج. والف الخيط واخرج من حلقتين. طيب انا محتاجة دلوقتي بقى اضيف لون جديد واعمل شكل القلوب الصغيرة او اعمل شكل رقم السبعة او شكل السلوج الصغيرة طبعا اللي هي طبعا الجليد الصغير بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمل ايه? الغرزة اللي جاية هي اللي هندخل فيها اللون جديد. اتفق انا هتسيبي الفراغ اللي قبلها والفراغ اللي بعدها هيجي في منتصف الغرزة بالشكل ده وبدخل. طيب انا محتاج بقى اسحب اللون الجديد. هيجي هنا دلوقتي هسيب اللون ده. همسك الخيط الجديد بتاعي وهقفل عقد البداية وهلفه حلقة بالشكل ده عادي. بعد كده هقفله. كانت بتقفل عقد البداية. هسحب الحلقة دي بالشكل ده من الشغل بتاعي زي ما احنا شايفين. انا معايا كده حلقة باللون وحلقة باللون الرمادي. هلف الخيط مش هلفه بقى باللون الرمادي واخرج لأ هسيب الرمادي تاني. وهسحب تاني اللون الفاتح بتاعي القفايت الاصلي بتاع الطقيقة او الجزء اللي انا بشتغله. هلف الخيط واخرج من الحلقتين باللون اللي هو ايه? الاساسي بتاعي. هسحب معايا بقى اللون الرمادي ده في ضهر الغرز بتاعتي بحيس ان انا كل ما احتاج اسحبه هيكون معايا في ضهر الشغل. هنروح كده للغرزة اللي بعدها. نشتغلها باللون القفايت. بصوا. شكل قلب زغنطة جميل جدا. ومنتهى الجمال وبطريقة سهلة جدا وبسيطة. معيكي طبعا في الخلف الخيط اللي بتسحبه اللي انت عاس تسحبه تاني لما تروحي الاتجاه تاني. نروح بقى للغرزة اللي بعدها في منتصف. وبدخل وبالف الخيط واخرج. نعمل كده تنين والغرزة اللي بعدها اهيه. بصوا ضدلع وضدلع. بدخل في المنتصف. بالزبط. والف الخيط بتاعي واخرج. وكم بقى غرزة الحشوة عادي بشكل طبيعي جدا وبسيط. تعالوا نغير في الغرزة اللي جاي. ندخل بقى في منتصف الغرزة بتاعتنا. اهو. بسيب اللون الاساسي وبسحب اللون اللي انا هسحبه. بالشكل ده. دايما بصي يعني لو لقيت الحلقة دي فكت منك كده من الخلف كده وشدي شوية ازبطي الشغل بتاعك. اهو. هرجع سيب اللون الرمادي. وبيكون عندك حلقة باللون ده وحلقة باللون التاني. علف الخيط بقى باللون الاساسي واخرب من الحلقة دي. بصوا. شكل القلب الصغير. او شكل طبعا تساقط الجليد جميل جدا جدا جدا. بغرزة سهلة وبسيطة في منتهى الجمال والرواع. واجمل طاقية عمليها في الشتاء من الغرزة دي. رجالي او بناتي او حريمي طبعا او اطفالي كل الاعمار. نكمل. كده واحد. اللي بعدها يبصوا. نقرر تاني. قبل الغرزة بيكون في فراغ وبعد الغرزة بيكون في فراغ. الغرزة نفسها بيكون عندي هنا ضل على كأنها رقم سبعة. زي ما احنا شايفين. بيكون عندي ضل على يمين وضل على اليسار. بدخل في الفراغ اللي في المنتصف. اسحب خيتي واخرج والف الخيط واخرج من الحلقتين كده بعد كده. الغرزة اللي بعدها ايهين? الغرزة اللي بعدها نغير فيها اللون. بندخل الاول. بسيب اللون الاساسي. هنسحب اللون اللي هو طبعا الرمادي. واخرج كده. ارجع اسيب الرمادي. واسحب بقى ايه باللون الاساسي بتاعي. بصوا. طبعا احنا على مسافة السطور بتكون جميلة جدا لما تنطري اه اللي هي السلوك دي طبعا. او التلج دوت كده نقط منه جميلة جدا على الطائية. اه طبعا في السطر التاني لما بتيجي تشتغلي الالوان المختلفة بتيجي في المنتصف كده. يعني مسلا بتعدي واحد وبتيجي في الرقم اتنين هنا وتشتغلي. وتعدي واحد وهكذا يعني متشتغليش فوقها على طول. اشتغلي في المنتصف ما بين كل اتنين. وبعد كده السطر اللي بعده هترجعي تاني تشتغلي فوق ايه? السطر ايه? يعتبر في مكان السطر الاول. وهكذا عشان تنطريها كده معاكي في الشغل بتكون حلوة جدا وجميل. بكمل. فوق كل غرزة. وبنشتغل في منتصف الغرزة ما بشتغلش تحت الفراغ خالص ولا آآ علي منها ولا يسارها. وما اشتغلش على الضلوع كمان بشتغل فيه داخل الغرزة نفسها. بدخل. اسحب اللون المختلف. اسيبه تاني. ارجع اسحب اللون الاساسي بتاعي. سهلة جدا وبسيطة ما فيهاش اي تعقيد. بنستخدمها في ايه كمان? بتكون مميزة ومشهورة جدا. بنستخدمها في البسكت. لو هتعملي بسكت لو تعمليني شنطة. بتكون حلوة حلوة جدا وبسيطة. دي اخر غرزة عندنا اهي. وبعت كده باجي في اول غرزة بقفل بغرزة منزلكة. زي ما احنا شايفين. اهو بصوش الشكل بدأ بقى يوضح ويبان معايا اكتر. السطر اللي جاي برضك بنقرر ازاي يا رنضا? بارتفع سلسلة. بنيجي بقى في السطر اللي جاي. الغرزة بتاعتك بتكون واضحة اكتر. شايفين بقى حرف ال V داوت بيكون واضح اكتر من السطر الاول. دايما السطر الاول بيكون صعب شوية. لكنها عندي خلاص الغرز بينها. ادي واحد سبعة بتاعتها هي. ورقم اتنين السبعة بتاعتها هي. ورقم تلاتة السبعة بتاعتها هي. بعد ما ارتفعت سلسلة بسيب الفراغ اللي وبسيب الفراغ اللي بعدها. بيجي في المنتصف كده زي ما انتو شايفين بصوا. اي الغرزة بتاعتي المنتصف بتاعها هنا اهو. هدخل فيها. واسحب الخيط وهخرج واكمل بقى الغرزة بتاعتي. الغرزة اللي جنبها اهي. بشتغلها. تعالوا نغير اللون في الغرزة اللي جاي. سيبي اللون الاساسي بتسحبي من الخلف اللون اللي انت هتسحبيه تاني وبترجعها تسيبيه تاني. انت بس بتسحبي الحلقة اول مرة. لكن بقى كده بتلف الخيط وتخرجي من الحلقتين بالخيط بتاعك الاساسي. نرجع بقى نكمل اللي بعدها ودايما بصي حاولي توضحي نفسك المكان اللي دخل فيه في المنتصف الزبط زي ما انت شايف. الغرزة اللي جاية خلاص هي واضحة بصوا بقى حتى عامشان ده لون وده لون. عندي ده ضلع وده ضلع. انا بدخل في منتصف الفراغ بتاعي. ولف الخيط واشتغل. الشكل ده اهو. شايفين? غرزة جميلة جدا ورائعة في منتهى الجمال والروعة. هكامل بقى بنفس الطريقة وبارتفع وبكمل بنفس الطريقة وزي ما قلت لكم من البداية. آآ حابة تعملي منها اي حاجة طبعا بلوزة شنطة باسكت طاقية آآ الجوانتي اي حاجة انتم حابين تشغلوها بغرزتنا النهاردة. غرزة تساقط الجليد او غرزة مع وجود قلود صغيرة داخل الغرزة بتاعتنا. تعملي بيها حاجات كتير جدا. اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة وتعجبكم. ما تنسوش لو اعجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشيلوا سبسكريب وستنيني الفيديو جديد مع رندا وفعلوا زرار الجرس عشان وصالكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.